اشتركوا في القناة رمضان عندما يرحل ان يكتب عنا تقريرا هل هذا التقرير سوف يكون في صالحنا ام غير ذلك هل رمضان سيكون شاهد علينا ام شاهد لنا رمضان من ضمن الشهود العشرة رمضان كزمن يعني الزمان والمكان والجوارح والملائكة ملك الحسنات وملك السيئات كل هؤلاء شهود علينا اولنا يوم القيامة رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سوف يشهد علينا ومن قبل ومن بعد خير الشاهدين سبحانه وتعالى فيا ترى ماذا يكتب رمضان يعني عن الواحد منا هل يكتب ان هؤلاء كانوا خاشعين في صلواتهم هؤلاء اخرجوا زكاة اموالهم بما يرضى الله هؤلاء هل اغاثوا اخوانهم المسلمين المشردين او اللاجئين في مشارق الارض ومغربها هل سوف يكتب رمضان اننا رفعنا راية الاسلام او حملنا هم المسلمين من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم هل يكتب رمضان ان سبحان الله هؤلاء قد بدأوا بداية جديدة وصفحة جديدة مع رب العبادة سبحانه وتعالى هل سوف يكتب رمضان ان هؤلاء القوم سبحانه وتعالى صاروا من التالين لكتاب الله اناء الليل واطراف النهار وهل صاروا من المتدبرين في ايات الله سبحانه وتعالى وهل هم سبحان الله بحثوا عن العلم الشرعي حتى يتعلموا كي يعبدوا رب العبادة سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى استقامة وعلى علم بدلا من البدع المنتشرة بين الناس وبين الصغير والكبير والذكر والأنثى هل سوف يشهد رمضان أن هذه الأمة سوف تحيا من جديد وتنبض في عروقها ويضخ في عروقها دم الإيمان وحرارة الإيمان مرة أخرى أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها والأمة فيها الخيرية كنتم خير أمة أخرية للناس ولكن من كرم الله والله علينا أن لم يجعل الإسلام مرتبطا بأتباعه لو جعل الإسلام رب العباد مرتبطا بأتباعه لن دثر الإسلام من زمن لكن رب العباد هو الذي تولى حفظ هذا الدين وحفظ القرآن الكريم وحفظ مادة اللغة العربية التي هي مادة القرآن الكريم وحفظ السنة المبينة لبعض أحكام كتاب الله عز وجل فهنيئا لنا معشر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى لنا حفظ ديننا من كرم الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يخاف على الإسلام كل واحد فيكم لا يخاف على الإسلام نحن نخاف على سوء الخاتمة نخاف على السلب بعد العطاء نخاف على الانحراب بعد الاستقامة نخاف على أننا سبحان الله فتور العبادة بعد رمضان يعني أنا يعني وكلنا نتحسر عندما يجد اليوم تسعة وعشرين أو تلاتين من رمضان وقد خلت المساجد من روادها وكان هؤلاء عبادوا مواسم عندما جاء رمضان حضروا وعندما رحل رمضان رحلوا معه نودوا يعني أن نرى المصلين الذين كنا نراهم في رمضان أن نراهم إن شاء الله في شوال بإذن الله ونراهم في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي كل شهور السنة لأن هذا المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى وما من عبد تطهر في بيته وتوجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم فلتملأوا بيوت الله سبحانه وتعالى بعد رمضان وليوري كل إنسان منكم الخير الذي داخله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقاء الله في هذا الشهر الكريم من النار وأن يجعلنا وإياكم من الذين نظر الله إليهم نظرة رضا فلا يسقط عليهم بعد ذلك اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين ولا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة